فيما يمكن وصفه بمحاولة أمريكية لإعادة ضبط بوصلة أطراف لازمة الليبية تستضف واشنطن وعلى مدار يومين اجتماعا يضم ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا ومصر بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لبحث وصفة تدفع بالعملية السياسية الليبية للوصول لصندوق الاقتراع في أقرب الأجال اجتماع واشنطن هذا الذي يعيد ليبيا إلى دائرة الاهتمام الأمريكي والدولي تبدو مصالح الدول الحاضرة فيه لا تزال متناقضة ففي الوقت الذي تركز أمريكا على الملف الأمني المتمثل في إخراج مرتزقة فاغنر الروسية وضمان تدفق امدادات النفط والغاز تحضره الإمارات التي تحدث أكثر من تقرير غربي عن دورها في استجلاب فاغنر إلى ليبيا وعلى خلاف غموض إدارة ترامب في التعامل مع الحالة الليبية أظهرت إدارة بايدن نوعا من النشاط الحازم بخصوص الملف الليبي تجلى في زيارة رئيس جهاز الاستخبارات المركزية CIA إلى البلاد كما حظيت ليبيا بموقع في تصريحات الخارجية الأمريكية التي ترى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام أفضل مسار تسلكه ليبيا في عهد هذه الإدارة وفي الوقت الذي يروح فيه المشهد الداخلي بين الجمود السياسي من جهة ومنورات عقلة والمشر التكتكية من جهة أخرى تبقى مخرجات لقاءة واشنطن هي الأهم بحسب مراقبين لا سيما أنها تبحث عن نقاط ترتكز عليها رؤية دولية وإقليمية مشتركة لإدارة المرحلة السياسية والأمنية القادمة بحيث تصل فيها البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن